بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرق المرسلين أحبة في الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما وفي القرآن وضع الله سبحانه وتعالى سورة سماها محمد ورقمها 47 إذا قمنا بالعملية التالية 63 ناقص 47 يساوي 16 وضمن الحروف الهجائية فالحرف الذي ترتيبه الهجائي 16 هو حرف الطاء فما علاقة حرف الطاء والعدد 16 بصورة محمد تابعوا معي إذا بحثنا في صورة محمد سنجد أن حرف الطاء ورد بها 16 مرة وكما رأينا فالترتيب الهجائي لحرف الطاء هو 16 وقد تكرر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أربع مرات وفي القرآن أربعة صور تبدأنا بحرف الطاء وهذا الطاء استعمل كحرف نوراني لكم الجدول للصور مع أول آية من الصورة فلدينا صورة طها التي تبدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم تـاها صورة الشعراء التي تبدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم ثم سورة النمل التي تبدأ بآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين ثم لدينا سورة القصص التي تبدأ بآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا معي ضمن هذه الصور صورتين افتتحتا بنفس الحروف النورانية بسم الله الرحمن الرحيم إنهما سورة الشعراء وصورة القصص لنتأمل الآن عدد آيات الصورتين التي افتتحتا بطا سين ميم فصورة الشعراء عدد آياتها 227 آية وصورة القصص عدد آياتها 88 آية إذا قمنا بجمع العددين 227 زائد 88 نحصل العدد 315 و315 يساوي 5 في 63 63 هو عدد السنين التي عاشها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والآن ماذا عن الصورتين الباقيتين أي صورة طه وصورة النمل فكما ترون في الجدول لدينا اسم الصورة ورقم الصورة وعدد آيات الصورة فصورة الطه رقمها 20 وعدد آياتها 135 أما صورة النمل فرقمها 27 وبها 93 آية إذا قمنا الآن بجمع أرقام الصورتين فسنحصل العدد 47 أما مجموع عدد آيات الصورتين فهو 228 إذن فمجموع أرقام الصورتين 47 و47 هو رقم صورة محمد صلى الله عليه وسلم ومجموع آيات الصورتين 128 و228 يساوي 2 في 114 و114 هو عدد الصور القرآن الذي تنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله الآن إذا أحصينا الآيات ابتداء من أول آية من أول صورة تبدأ بحرف الطاء وهي صورة طاها إلى آخر آية من آخر صورة تبدأ بحرف طاء وهي صورة القصص يعني نبدأ من آية الأولى من صورة طاها إلى الآية 88 من صورة القصص فسنجد 992 آية و992 يساوي 16 في 62 فإلى ماذا يشير العددين فكما رأينا ف992 يساوي 16 في 62 و16 هو أيضا الترتيب الهجائي لحرف الطاء أما بالنسبة العدد 62 فسنأخذ الحروف الأربعة لإسم محمد مع الترتيب الهجائية لدينا الجذول فلدينا الميم ترتيب الهجائي 24 الحق 6 الميم الثاني 24 والدال 8 مجموعة الأداد يعطينا 62 نعم فكما ترون فمجموعة الترتيب الهجائي لإسمي محمد مع تكرار حرف الميم 62 وكما جاءنا في المعادلة 992 يساوي 16 في 62 سبحان الله فكما رأينا في اللوحة السابقة فعدد الآيات من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 88 من سورة القصص 992 آية عدد الآيات في القرآن 6236 آية 5244 يساوي 2 في 114 في 23 نعم فمجموعة الآيات قبل سورة طه والآيات التي بعد سورة القصص 5244 آية وخمسة ألاف ومائتين وأربعة وأربعون يساوي 2 في 114 في 23 114 هو عدد صور القرآن وقد تنزل خلال 23 سنة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته